يعمل علماء مختبر لوس الأموس الأمريكي على تطوير نظام جديد يسمح للمسافرين مجددا بحمل السوائل بالكمية التي يرغبون فيها في حقيبة اليد بعدما كان يمنى عليهم ذلك لأسباب متعلقة بالأمن والسلامة داليا ويعتمد هذا النظام على تحديد طبيعة السائل والتهديد الذي يمكن أن يشكله وحده أو متى مزجة مع سوائل أخرى عن طريق مسح كل مكوناته ومن شأن هذا النظام المبتكر أن يسهل عملية الكثيرين من أصحاب الأسفار الكثيرة كم من المعاناة كانت عندما تصعدين إلى الطائرة وعلى الأقل تودين حمل زجاجة صغيرة من الماء حتى تصلك على الأقل كمية لترتوي منها ولكن بالنهاية الكمية المسموحة هي لا تزيد على 200 ملي لتر داليا وهي كمية قليلة جدا ونحن نقلق في العادة عند وضع السوائل المهمة لنا في الحقيبة الكبيرة ليس كذلك فعلا جرير المثير لإهتمام بأن هذه التجربة كما رأيناها ربما الآن من هذا الفيديو بأنها سريعة جدا وبالتالي لن تضيع وقتق في كل هذه الإجراءات أثناء سفرك هي تقوم يقوم الجهاز تحديدا بتحديد المحتوى السائل في داخل العلبة التي طبعا كما رأينا في الشاشة الآن بكل بساطة موضوع بسيط كما ذكرت ولكن انتشاره سيكون ربما صعب حتى يصل إلى المنطقة بحاجة إلى فترة معينة بحسب الخبراء لتجربه على الأقل ضبان السلام العام والصلاة ذالي